حسين أيوب بالعودة لألك ربطاً بالتأثيرات الخارجية وإمكانية أن يكون هناك أفكار فرنسية أو حف فرنسي وكيف يتصرف كل من فرنجية وبسيل في هذا الاستحقاق الرئاسي؟ ما هي قراءتك؟ أولاً بقوة الوقائع اللبنانية بقوة النوافذ الدولية والاحتمالات الإقليمية إسلامان فرنجية هو المرشح الأول الجدي لرئاسي جمهورية ولكن إسلامان فرنجية ما عنده سقف زمني مفتوح إلى حتى إشعار آخر عنده سقف زمني خلينا نقول عنده أشهر من هلأ لشباط أذار عنده هاي الفرصة موجودة إسلامان فرنجية ومثل ما قلنا المرة الماضية هاي الفرصة عم ينشغلها داخلياً عم ينشغلها خارجياً وإذا فينا نقول أكتر نعمل خروقات معينة بهذا الاتجاه واضح أنه فيه إشكالية أساسية عند الفريق اللي متبني إسلامان فرنجية عم نحكي تحديداً هون إحنا عند حزب الله حزب الله عم يتصرف بموضوع إسلامان فرنجية كما تصرفها مع موضوع ترشيح ميشيل عون يعني وهذا بياخدك على إذا بدك على جزء منه يعني هلأ عم يفوت شوي بالتنظير يعني على الأخلاق بياخدك على الأخلاق كيف تصرف لا سليمان فرنجية بالألفان وأربعة كان عايش حالة الرئاسة وشيفها جاي لعنده بيستدعي الرئيس الأسد وبيقول له هذا القراءة طبعيتنا للمناخ الإقليمي في انقلاب بالمنطقة الأمريكي صار بالعراق إلى آخره هاي الأسباب الموجبة للتمديد لأمي اللحود بيقول له أنت شايفي مصلحة لسوريا أنا مش شايفي مصلحة للبنان بس أنا رح امشي معكم بالتمديد لأمي اللحود ومشي وكان يعني يعني مش مش بي ولا أعطى أي إشارة أنه متردد بهذا الخيار بالتمديد وصلنا إلى 14 أذار وبعد اغتيال رئيس الحريري وكيف تصرف حتى سليمان فرنجية مع هذا الاستحقاق إجت المرحلة الثانية هي مرحلة انتهاء ولاية إيميل لحود وكان كمان سليمان فرنجية كمان مستشعر أنه رح تصل عنده فهم من السوري ومن حلفائه أنه في مناخ دولي إقليمي حسم موضوع ميشيل سليمان وصار موضوع الترشيح أي حدا لبناني من الماضي وأنا بقول أنه هاي المعطيات كانت موجودة أقل و أنا بعرف أنه هاي المعطيات كانت موجودة من الألفان وسبعة قبل ما تنتهي ولاية للرئيس ميشيل سليمان يعني أنا في واقع ما بردت أحكي لك يا رفيق أنه كنا مرة أنا والمرحوم سيد نصفى ناصر بلندن نلتقي بالصدفة بإيفانوف فكان رئيس مجلس أمن قومي روسي بيقلنا مين هو ميشيل سليمان بلبنان منقله ليش عم تسأل السؤال كان بعد دقاء الجيش بيقلنا هذا رئيس جمهورية تكون المقبل يعني بعد سنة بمعنى أنه شوفوا الصياغات كيف كانت معمولة حتى بموضوع ميشيل سليمان إجا سليمان فرنجية مع الخليلين اللي عنده هلأ فيك تسأل الوزير علي حسن خليل على هذا الموضوع وجبران بيسيل وعلى حسن خليل طلعوا اللي عنده طلعوا اللي عنده وبلغوه وإجوا قالوا له مع التبليغ 1 2 3 4 يوم متى جاوبهم جواب واستوجب هذا الجواب جواب مضاد من الرئيس سيار المردة يعني مما لا يصلح للنشر مما لا يصلح للنشر ولا يصلح للقول وقلوا بعدين تتمي هذا القول عمقول حتى مع هذا الشيء تصرف كمان بأخلاق سليمان فرنجية جينا للـ 2014 بالـ 2014 سليمان فرنجية حاول يعمل مع الحزب كان الحزب واضح من أول يوم بالـ 2014 قالوله نحن أخذنا قرار ملتزمين مع ميشيل عون كان هو عم يجرب يقول أنه طيب خيه فينا نحط بلوم به يوم متى عمل عمل لا لا عمل مبادرة هو تجاه الجنرال يمكن أنت عايشة طلع لعنده قال له أنت شاب طموح وحقك تطمح لرئاسة جمهورية بس أنا ما رح أتنازل وراح أتخلى عن رئاسة جمهورية وطبعا إضافة لأشكالات بالبروتوكول وكان خايفان مننا بوقت اسلامية فرنجية وانتهت القصة يوم متى عند هذه الحدود بنعرف بعدين كيف تبنى ترشيحه سعد الحريري وصارت فرصة جدية لأسلامية فرنجية ولكن الحزب ظل على كلمته نحن معنا بلوم به وصار اللي صار ووصل مشاهلا شو أول مشكلة صارت معه لشو اسمه لأسلامين بتشكيل حكومة العهد الأولى يوم متى أكتر حدا عمل في التواتي عليه وأكتر شي صار فيه مشكلة على موضوع الحقاب هي مع السلامية فرنجية خلصت هذه الحقابة وبتذكر أنا جملة شهيرة يومتها قال جبران بيسيل للناس اللي جايين عم بيباركوا بالرابية عم بيقولوا له مبروك انتخب الجنرال قال له انتخب الجنرال بس أنا بطبيعتي واحد فجعان يعني كان عينه من بعده على الرئاسي وقته لما انت هنا الجنرال أخذ اللي بده إياه عمل معركة للجنرال هلأ اجي دور حدا تاني تاب اليوم 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 انت اليوم عم تجي عم تروح لعندي السيد حسن نصر الله عم بيقول لك سيد حسن نصر الله يلي قاله للي اجو راجعه بميشيل عون عم بيقول له نحن مرشحنا تنطبق عليه المواصفات قال له لقل له في انت عندك فرصة وعنده هو انت شو شو هيف قال له ما عندي فرصة قال له فإذا اسلامية فرنجية طيب انت وقت لي عم تجي هلأ تتزاكى لانه انا برأيي مش غبي جبران بيسيل ابدا بمعنى انه هو بيعرف اذا بده يروح لعندي الرئيس بري بيعرف انه الرئيس بري رح يبلغ حزب الله انا برأيي مش صحيح القول انه هو ما بلغ الحزب انا اكيد انه هو بلغ الحزب رح نسأل وزير علي حسن خليل بعد عنا نحن ثلاث دقايق من فقرتنا برأيك السيد حسن سيلتزم باسلامية فرنجية كما التزم بميشيل عون حتى لو طال امد الفراغ وهل يحتمل لا انا كنت عم قلت لك بقوة الوقائع اللبنانية واولة التزام سيد نصر الله مع فرنجية بقوة الوقائع اللبنانية وبسقف زمنة مش مفتوح انا بقول ايه اسلامية فرنجية هو رئيس جمهورية جان عزيز هل بتوافق حسن ايوب على هل انا بعد او بتلاقي فيه مبادرة لبكركيا ربما بالتشاور مع الفرنسيين لا 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 لسوق الحظ لا 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 لسوق الحظ مثل ما بعرف الاطراف اللبنانيين باستبعد انه يقدروا يوصلوا على اي اتفاق على اي اسم لانه كمية العداوة كمية مبدوئة الاحقاد اللي بيناتهم رح تخليمهم عاجزين يعني نحن بانتظار تسوية خارجية مين؟ مش ماما مين؟ دعنا بالموضوع الخارجي قل لك رح تسمع كتير حكي ما في شي من الصحة كيف سمعنا جبران بيسير بدو يشوف ماكرون كيف هلأ عم نسمع فيه مبادرة بين حزب الله وبكر كيلي ما فيه مننا شي إطلاقا اليوم الفرنسي عم بيلعب دور محاولة دور ترجمان محلف بين الصعودة والضاحية الجنوبية بعد ما وصل لنتيجة الأمريكي مثل ما قلنا مرة الماضي منأخر ترجع يستعيد وضعه من بعد الامتخابات الفرعية التطور الوحيد الملموس اللي حصل هذا الأسبوع فاتيكانيا وزير خارجية الفاتيكان هذه مسألة بعد ما حدا أعلن عنها استدعى صفراء تسع دول معنية بالملف اللبناني وعقد اجتماعات معهم صنائية ومن ثم مع كل المجموعة لإبلاغ طلب من الفاتيكان نقله إلى دولهم بضرورة الالتزام بحل المسألة اللبنانية بالموضوع الرئيسي بأسرع وقت ممكن ووضعت آلية للمتابعة وهن السفراء دول مين الخمسة أكيد العضوية الدائمة اتحاد الأوروبي مصر من المنطقة العربية ألمانيا وبعتقد إيطاليا هذا المؤشر الوحيد كله لانتظار مثل ما قال زمين الحسين شكرا موسيقى